اشتركوا في القناة 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 القضية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالمصلون الذين هم ليسوا خاشعين في صلاتهم ليسوا في عداد المفلحين فعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم مثل الذي لا يتم ركوعة وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا أخرج هذا الحديث الحافظ الطبراني في معجمه الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن إخوة الكرام المصلون متصلون بربهم والصلاة صلة بين العبد وربه والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل من فوق سبع سماوات على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماوات العلاة فالصلاة صلة بين العبد وربه والصلاة هي العروج المتكرر الدائم لهذا الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي وإذا قال عبدي الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي وإذا قال عبدي مالك يوم الدين قلت مجدني عبدي فإذا قال عبدي إياك نعبد وإياك نستعين قلت سألني عبدي ولعبدي ما سأل فالصلاة أمرها عظيم والصلاة موزعة على أوقات الليل والنهار بشكل شبه متوازي أو متساوي حتى كلما وصل الإنسان إلى حالة من الغفلة سمع المؤذن يقول له الله أكبر الله أكبر وسارع إلى بيت الله تبارك وتعالى وتطهر من أدرانه الخارجية بالوضوء أو الاغتسال ثم جاء إلى بيت الله لكي يطهر نفسه من أدرانها المعنوية فيجمع طهرا إلى طهر ونقاء إلى نقاء ونظافة إلى نظافة فبعض المصلين خاشعون في صلاتهم متتبعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي وكثيرون من الرعاء يصلون صلاة الله تعالى أعلم بحالها فالذي لا يتم ركوع والذي يتفقه في دين الله تبارك وتعالى يعلم أن للصلاة أركانا وأن للصلاة شروطا ومن أركان الصلاة الطمأنينة في أدائها الركوع يحتاج إلى طمأنينة والرفع من الركوع يحتاج إلى طمأنينة والسجود يحتاج إلى طمأنينة والجلوس بين السجدتين يحتاج إلى طمأنينة والسجود الثاني يحتاج إلى طمأنينة وهكذا لكن بعض الناس لا يركعوا الركوع الصحيح ولا يحقق الطمأنين بين الأركان التي يؤديها في هذه الصلاة ويسلق صلاته سلقا فهذا إذا كان يحسب إذا كان الجوعان يحسب أنه بتمرة أو تمرتين يأكلهما يقيت نفسه طول النهار فذلك جائعا واهم كذلك الذي ينقر صلاته نقرة الديك ويركع ولا يطمأن ويسجد ولا يطمأن ويرفع من السجود ولا يطمأن هذا يركض ركضا فصلاته ليس صلاة الخاشعين وبالتالي لا يمكن أن يكون من المفلحين فنبينا عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا فيقول مثل الذي لا يتم ركوعة وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا فهلالك أمور تعرض لبعض المصلين شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان بها بأفعال بعض الحيوانات فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن انبساط كانبساط الكل ونهى عن نقر كنقر الديك ونهى عن رفع اليدين كفعل أذنا بخيل شمس وغير ذلك لأن الصلاة سكينة وطمأنينة واتصال بالله رب العالمين يناجي فيها الإنسان ربه يكون حاله كمن الصراط تحته والجنة عن يمينه والنار عن شماله ويستحضر عظمة ربه وكأنه يصلي وكأن هذه الصلاة آخر صلاة له من الدنيا لو أن إنسانا قيل له صلي صلاة مودة وأن هذه الصلاة التي تؤديها هي آخر صلاة لك في هذه الدنيا سوف تغادر وترحل إلى الدار الآخرة بربكم هل يترى يسلقها سلقا وينقرها نقر الديك أم أنه يتقنها ويحسنها بكل تأكيد سوف يتقنها لأنها آخر صلاة له من الدنيا يستقبل بها ربه تبارك وتعالى فحري بالإنسان أن يصلي دائما صلاة مودة هل تعلم يا أيها الإنسان أنك إذا صليت الظهرة أنك ستصلي العصر وهل تضمن إذا صليت العصر أنك ستدرك المغرب ألم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وعد نفسك من أهل القبور فلماذا الركض لماذا العجلة هممت يوما أن أعمل أمرا أن أدعو أناسا إلى بيتي قبيل المغرب فما أقول لهم هيا بنا إلى صلاة المغرب مع الجماعة وإذا عدنا بعد الصلاة أجلستهم وأخذوا مقاعدهم ووزعت عليهم ورقة فيها سؤال واحد وبيّنت أن على هذا السؤال الواحد جائزة واحدة ماذا قرأ الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى وماذا قرأ الإمام بعد الفاتحة في الركعة الثانية وفي ظني ولا أتألى على الله في عباده في ظني أن معظمهم لن يجيب إلا من رحم الله لماذا لأنهم مشغولون في دنياهم أمر ببيت أحمائي أولا أم أمر السوق أولا أشتري هذا الأمر أولا أم أجله إلى الغد أذهب إلى فلان الآن كل هذا يمر وقد رأيت يوما في بلد ما في مسجد ما شخصا إلى جواري وهو يصلي نظرت إليه فمد يده وأخرج من جيبه دفترا صغيرا وقلما وكتب حاجة ثم أعاد الدفتر والقلم إلى جيبه هذا هل كان يفكر بمعنى غير المغضوب عليهم والضالين وأن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى وأنه يقول آمين وهو يوجه شعوره وقلبه وفكره وعقله إلى الله تبارك وتعالى يطلب منه أن يستجيب له وأن يؤمن الملائكة مع تأمينه وأن يكون من غفر الله له هذا لا يتأتى له وهو يفكر ويطرح ويجمع ويحسب ويخطط أذهب إلى هذا المكان أول أم هذا المكان أول وبالتالي فلو سئل ماذا قرأ الإمام لا يدري لا يدري ماذا قرأ الإمام أهذه صلاة الخاشعين هذه ليست صلاة الخاشعين فنهينا عن السرعة في الصلاة نرى بعض الناس وربما يكون منهم بعض الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني ما تعرف كيف قرأ الفاتحة أنت تقرأ الفاتحة قراءة يعني مقتصدة وما تصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين وإذا به قد ركع وكثير من الناس هكذا الله أكبر سمع الله الله أكبر يركض هكذا رجال ونساء وكبار وقد يكون منهم حجاج وقد يكون منهم متفقهون هذا هذا ليس على طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة إذا كان الإنسان لا يؤدي ركوعها ولا يحسن ركوعها ولا سجودها ولا هيئاتها ولا طمأنيناتها ولا ما سوى ذلك تلف كما يلف الثوب الخلق ويدرب بها وجه صاحبها قبل أن يقوم من مقامه الله تعالى غني عن العالمين لا ينبغي الإنسان أن يمن على الله عز وجل أنه صلى وغير ذلك وأنه زكى وأنه كذا فلا صلاته صلاة الخاشعين ولا حجه حج الخاشعين ولا زكاته زكاة المخلصين ولا شيء من هذا ثم بعد ذلك يريد جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين على ماذا على ماذا يعني بعض الناس الآن لو أن الإنسان يشتغل عنده إنسان وأنجز له العمل هل لمجرد ما ينزل عن السلم يذهب إلى بيته أم يغسل يديه ويلبس ثيابه وينظر إلى رب العمل أنه يلا مد إيدك على جيبك وحاسبنا طيب يخلص من الصلاة لا يجلس لا يستغفر الله تبارك وتعالى لا يقرأ آية الكرسي لا يسبح الله ثلاثا وثلاثين لا يحمد الله ثلاثا وثلاثين لا يكبر الله ثلاثا وثلاثين لا يجعله تماما مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حتى تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحف أبدا سريع بعدين ما يصلي كثير من الناس لا يصلون للسنة ليش لأنهم وهذا ربما يكون من طريف القول أن أبا أرسل ولده لطلب العلم فجاء في يوم الإجازة فرأى ولده يصلي الفرض ولا يصلي للسنة مرة مرتين ثلاث مرات قال يا ولدي ما شأنك أراك لا تصلي للسنة قال يا أبتي السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها قال يا أبن كذا وكذا يا أبن الذين آمنوا أنا أرسلتك لتطلب العلم وتستزيد تقوى وعبادة وصلاحا إذا بك الآن تتفلت وتتملص نحن بهذا خسرنا وما ربحنا لذلك يا إخوة الكرام حري بنا أن يتعهد الإنسان منا صلاته يحاول أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في أحسان القراءة وفي أحسان الخشوة وفي أحسان الركوع وفي أحسان القيام وفي الأخذ بالأذكار الواردة ففي الركوع يقدس الرب ولا يدعو الإنسان وفي السجود يعني أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد حري بنا أن نصلي وأن نتذوق طعم الصلاة على النحو الذي يريده الله ويريده رسول الله لعل الله أن يكشف عنا الكرب لعل الله أن يتقبل من الدعاء لعل الله أن يفرج عنا من هذه المحن التي نمر بها اللهم يا ربي وفقنا لأن نصلي صلاة الخاشعين وتقبل منا إنك خير المتقبلين وإنك مولى العباد المستضعفين وإنك يا ربنا خير المتولين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ورسال بالحرق جاء منكم وحي السماء قول قول فصيح تجحى تنبونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر